في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلينكين أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل وأضاف نتنياهو في بيان أنه أبدى خلال اللقائه مع بلينكين الأسبوع الماضي تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بدء الحرب ضد حركة حماسة كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا شنت قوات الإسرائيلية عدوانا كبيرا على مدينة رفح الفلسطينية المقتضة باللاجئين في جنوب قطاع غزة